في صحيح البخاري ومسلم شرع نبيك زواج المتعة بدون حقوق وبدون شروط حينما أذن للصحابة أن يتمتعوا وذهبوا وتمتعوا بامرأة حينما رأوها وتمتعوا بها بالبرد السؤال هو حينما أذن نبيك بالمتعة ما هو الدليل أن عائشة لم تخرج وتتمتع مع الصحابة بعدما قالت أن نبيك كان يجامعها ويكسل لا تجيب تاج راسك عائشة لا تغلط فيها احترم حالك والله العظيم احترم حاله وسألتك ما متجاوز أنا ما متجاوز أنا ما غالط أنا سأل السؤال سؤال عائشة قالت أن نبي صلى الله عليه وسلم يجامعني ويكسل أنا السؤال حينما كان يكسل يعني معناها ما كانت تاخذ حقه وهو أمر بالمتعة زواج المتعة هل عائشة خرجت وتمتعت أم لا وما هو الدليل أنها لم تتمتع من خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنت عندك دليل أن تمتعت أنت عندك دليل لم تتمتع طبعاً ما تتمتع هالله ما هو الدليل هالله ما هو الدليل أنها لم تتمتع حينما أذن نبيك في الصحيحين بالمتعة أنا سأعطيك الدليل يلا الدليل بعقلك أنت فكر فيه بعقلك الله 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 مو قلت لكم قلت لكم أخواني وعدتكم وتدرون أنا عد بين معركة الجمل عد وعدي قلت لكم لأدعسن ربه ودينه ونبيه ومصحفه لأدعسن كل شيء وشو عد كلمتي يقول دليل عقلك رح أكمل لك اتصال حتى أبقى أترك عليك أثر لا يتركنك الأثر حتى تنزل في قبرك رح أبقيك نحن لا نتكلم بالأدلة العقلية نحن نتكلم بالأدلة النقلية أي بالروايات هل لديك رواية تقول أن عائشة لم تتمتع بعدما كانت تعاني من كسل نبيك في الجماعة كيف زوجة الرسول بدأت تتمتع لأنه كان يكسل فما كانت تأخذ حقها وين تروح لأنه إيش كان يكسل ما تأخذ حقها وين تروح ليش أنت كنت بيناتهم هي تقول في صحيح البخاري ومسلم أيام الرسول كان فيه شيعة من وين أنت طلعت مده بالشيعة إلى أيام الرسول ما كان في شيعة جدت القلع جدت القلع الله خلتي غربط هاي في علم المناكبة يقول لطاحت سنونة فعاي شو أسأله يا خطيئة يو الله سنونة طاحت يو الله شو أحول على الشيعة من وين أنتم يا شيعة من وين الله ربنا أطلعكم أيام الرسول أيام الرسول على السورية على لبنان على تركيا عيام غسول من وين الله طلعكم عيام غسول من وين شو ندخل الشيعة شو ندخل أنت عندك حديث صحيح في صحيح البخاري ومسلم عائشة تقول الآن نطلع أنا وياك بقو قو عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامعني ويكسل هي تقول طيب أصلا مو بس هي هو هو مرة من المرات جاءه رجل هي ولا هو حيرتني مرة هي مرة هو ثنيناتهم يعترفون مرة هي مرة هو عندك حديث صحيح في صحيح مسلم كنت سابقا أناقش به السنة جاء رجل وسأل نبيك عن أن هناك شخص يكسل بالجماع وعائشة جالسة فقال نبيك إني لأجامع هذه ثم نختسل ونكسل يعني لا أكمل عملية الجماع فالسؤال هو هنا بما أن نبيك كان يكسل ولا يكمل وعائشة كانت لم تهدأ ولم ترتح فماذا كانت تفعل هل كانت تتمتع عم تفعل أشياء أخرى ستك وست شخص احترم حالك احترم حالك والله العظيم ما متجاوز عليك والله العظيم السؤال علمي والله ما بي تجاوز أريد دليل على أن عائشة لم تتمتع بعدما كان نبيك يجامعها ويكسل لا تقول لي دليل عقلي أريد دليل نقلي تتمتع يعني زنة ما أدري بعدما أمكم ويانا شعلي أنا مفهومي للشيعيات أنا معليك أنت معليك بالشيعة الشيعة معليك بالشيعة ما عليك بالشيعة الشيعة ناس كفار ما عليك في أمنا ما عليك في أم المؤمنين لا لا كان إلي الحق أسأل غير السؤال وصل إلي فلازم أسأل هو مو قادر والله العظيم نحصر نحصر ونعصر قسما بالله والله العظيم نحصر نحصر والله العظيم نحصر عصر أسألك للمرة الأخيرة أنت أنت سأل السؤال وانتهينا من سؤالك والآن السؤال إلي وأنا جالس أسألك وأرجو أن تجيبني بكل احترام ما يصير تقول لي بعقل عقل ما يصير راح أسألك للمرة الأخيرة نبيك أجاز المتعة في الصحيحين والمتعة عندكم بدون شروط يعني لم تأتي المتعة بشروط المتزوجة تتمتع أو لا تتمتع ماكو 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 لا يوجد عندكم شروط فأي وحدة تتمتع رجال ونساء ولذلك أنا أسأل هذا السؤال حينما أجاز نبيك المتعة هل تمتعت عائشة لأنها كانت تعاني من كسل نبيك في الجماعة أم لا أنا بحكي لك افهم علي أنت بتفهمش أتفضل لما أجاز لما الرسول أجاز المتعة في حرب كانت ناس يعني حرب يعني أنا الآن ما أسألك متعة جازة أنا أسأل عن عائشة جاوب عن عائشة جاوب عن عائشة جاوب عن عائشة راحت تمتعت ولا ما راحت لا ما راحت دليل 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 اللي ما تمتعت دوجات الرسول معصومات عن الغلط هلو يا بقرة هلو 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 يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة إمامك الطبري ضربك بخازوق كبير وقال أن من يأتي من كن بفاحشة أي من يأتي من كن بزنا أو بذنب عظيم فهي من الممكن أن تأتي بزنا فإذا أنت جنابك الكريم تقول أنها معصومة فإمامك الطبري ومصحف عثمانك يقول ممكن أن تزني وعليه أعيد السؤال ما هو الدليل أن عائشة لم تتمتع بعدما كان نبيك يكسل معها أنه أنا بقول لك الدليل أسأل أمك اللي تتمتع أسأل أمك هاشي خطية أقول لك الدليل فاهم عليش الدليل هذول يتمتعوا إلهم عن اللون يعني فاهم عليش خلاص بما أنه فأنت يا مسلم سني موحد أمك عائشة من الأردن لا يوجد عندك دليل أن أمك عائشة لم تتمتع والدليل أنك هاجمت الشيعيات والشيعيات والشيعيات والشيعة ناس كفار ما يعبدون الله عزيزي يضربون بالقندرة ويضربون سنن النبيه ودينه بالقزمة فإنت تهاجم الشيعة الشيعة ما لهم دخل بالسؤال وعليه أنك لا يوجد لديك دليل واحد لا يوجد لديك دليل واحد ماذا؟ أن أمك عائشة لم تتمتع لا يوجد لديك دليل واحد فالنتيجة عليك أن تذهب وتبحث كيف نستطيع أن نثبت للشيعة أن عائشة لم تتمتع لأن هذا السؤال غير مطروح ورب الكعبة لا يوجد لا في كتاب ولا في محاضرة ولا في موقع ولا في مرجع ولا منذ زمن الإمام المهدي الغيبة إلى يومنا هذا ما أقصى ما أحد يفكر فيه شي سغال أنه عائشة كانت تتمتع هذا ما موجود ويثبت لا يربط يعني يربط يعني نبي السنة أذن المتعة أمر بالمتعة وهو كان يكسل وخاصة أنا ركزت على نقطة مطبيعية أن نبيكم لم يعطي شروطا للمتعة يعني لم يقل هناك مثلا عدة مثل الشيعة المتمتعة ما يصير تتمتع حرام لازم عدة شهرين لازم ولا يكون زنة نبي السنة ماكو ولذلك احنا سميناها متعة الامطافر التطافر على السنية الموحدة خمسة ستة بساعة وحدة ماكو أي مشكلة لأن نبيهم منط شروط قال اذهبوا وتمتعوا طيب هل قال المتزوجة لا تتمتع ما قال طيب عائشة كانت تعاني وخاصة عائشة كانت وهي صغيرة أمها تجيب لها خيار الطرح العطروزي خيار هذا الخيار مو القفاء على ما أذكر هي تقول قالت أمي كانت تعطيني هذا حتى تهيئني لليلة الدخلة فأنت تخيل في هذا يوم ليلة الدخلة تقول عائشة النبي كان يجامعني ويكسل زين هذا متعلم على هيتش أشياء بعدين تيجي على رجل المريض يكسل بعدين هذا المريض يكسل يأذن بالمتعة يعني تسع أو تسعين بالمية هاي راح أطقت لها متعة أي أبو شهر شهرين ما تقبل الغلط لكن ما هو الدليل أنها لم اتمتعت والنس التسامل ما هو يا يا باب والله استدلاء الآن السنة الموحدة يكفر بربه والله كاد لقندرة ويشمر بيها ع السماء ويطيح عليه يشمرها ويطيح عليه يقول ليس طلع تميره قريشي ليس طلع تميره قريشي ليس طلع تميره قريشي على هذا الاستدلال على هذا الفر بالكلام أخي السنة أهدى أهدى أخوتك أهدى أي والله أهدى أهدى أخي السنة وليبعثلنا عليكم في كل مائة سنة من يجدد لها دينها أهدى أخي السنة أهدى أجسة وبعدها والله يا أي والله أي والله يا سنة ما لا ينقذك إلا التشيع لعلي عليه السلام أهدى أخي السنة اشتركوا في القناة